موسيقى بسم الله على بركة الله نبدأ في تحضير البريوش لدينا الحليب 150 جرام الحليب نضيف الخميرة 15 جرام خميرة نضيف الخبز نضيف السكر فانيلا 80 جرام السكر الحبيبات 80 جرام لا تضمع كبير الزيت عندي 45 جرام وبيضة كاملة نخلط 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 نضيف ملابط ملابط نضيف ملابط نضيف ملابط نضيف وخليوات الخمر سوف نجمع بشكل جين وخليوات الخمر يضع في الحجم نغطي عليها هاي العجينة البريوش كيف تضعفت حطيتها بدلتها من هاد البول على شوفت بارك الله كيف اشكت باعر كل ما خمرت فتعطين نتيجة زيانة انا نجيو نشكلوه نغطي 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 ترجمة نانسي قنقر 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 سوف نحبس مكا قطع الشيطان بخار سوف ندخل سوف نجمع نلوية سوف نحبس حكل سوف نقوم بتقديم الأطفال سوف نضيف البرق سوف نضيف سوف نضيف 200 درجة انا بعد ما دهنتم البيب وغشو شوية ديال حول الخشخش وغنزين مير شوية نصف به نصف وغشو شوية ووغش ملتين لديكم تمنع الزنج لنسبة لتزينك تبقى المسألة اختيارية ها كي تشكيجي البريوش دينا ها كي تشكيجي بقصه خلوة يبرد ها سوف نفتح لكم احنا نشوفوا كيف تشكيجي ها كي تشكيجي وطاب ها كي تشكيجي بقصه ها كي تشكيجي ها كي تشكيجي وشاشي ها كي تشكيجي وخفاف سكاة فسكيلي امسكيلي وباكدا نكون وصلنا النهاية دي الفيديو اتمنى الوصفات اللي اعجاب ديكم اتنسوا الناس بدعاكم واتشتركوا معنا واتفعلوا الجرس ومسيلكم كل جديد اترككم في حفظ الله ورعايته والى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة